السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ وحتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ ياسمين وإن شاء الله اليوم رح ندير وضعية في مادة اللغة الإنجليزية وبالتحديد الحيث حقها خاصة الفصل الثالث للسنة الأولى متوسط لتهضر على الوزن الزائد ومشاكل صحية إلى غير ذلك إذن سواء تحتاجوها في الفرض أو الاختيباء يلا بدون إطارة نبدأوا نشوفوا كيفاش تقدر تحن يلا نقرأوا شي تقول وضعية معنتها صديقك ولا زميلك في المدرسة يعاني من وزن زائد معنتها الوزن الزائد ثم معنتها عنده السنة معنتها تود مساعدته بالنسبة إلى الطفل معنتها كي يكون ذكر أو مساعدتها هر اللي هي فتاة يعني باش يحل مشكلة الصحية هذه صحي مشكلة معنتها مشكلة صحية يلا معنتها تعطيلوا بعض النصائح معنتها إرشادات نصح إلى غريدة باش هاد السمنا قلنا يحدد منها ولا يخفف منها يوزن بيستخدام معنتها يجب لا يجب نفس الشي يجب علينا لا يجب معنتها يجب عليك فعلو ذلك أو لا يجب عليك ما فهم إذا نستخدموه وش حبينا يلا وش نقدروا تاني كمساعدة منهم معنتها تقدر تستعمل هاذ الأفكار اللي عطي لهم لك وشنو هي معنتها ناكل مليح الأكل الصحي وشنو هو فود معنتها الأكل ما فهم ولا لغي ذا healthy صحي vegetables اللي هي الخضر fruits اللي هي الفواكه less unhealthy معنتها أقل الوجبات اللي ماشي صحية unhealthy معنتها اللي ماشي مليحة like junk food وشنو هو pizza chips sweets etc معنتها سواء البيتزا أو أكل الشوارع chips الحلوية هاد وقع مضيرة للصحة عندي the dietitian اللي هو الطبيب الغذائي ولا المختص الغذائي معنتها يجب عليه أن يروح للمختص الغذائي balanced menu يعني menu ولا meals معنتها كيكون عندنا meals ولا menu اللي هي الوجبة الوجبة التعود تكون متوازنة معنتها لازم يدير عليه sport والتمرين اللي عندنا الكثير التمرين خدوا اللي تحبوا tennis football etc spend less more time watching tv معنتها ما لازمش يقعد بزاف يضيع وقته أمام الشاشات إلى غري ذلك هذا يزيد من الوزن الزائد يلا أنا نعطيكم مثلا أنتم أخدوا الوضعية اللي حبيتها لكن هنا باش هكذا لنوريها لكم باش للتصحيح يكون مئة بالمئة ولأخطاء التعكم ما تكونش باش تقدروا جيبوا علامة ستة على ستة مفهوم يلا نبدأ وش أعطوني هما وش أنا نكمل وش أعطوني hello friend معتها مرحبا صديقي I want to give you some pieces of advice معتها أريد أن أعطيك بعض من النصائح instructions and recommendations معتها إرشادات ونصح إلى غري ذلك that can help you to try obesity معتها التي تمكنك من الحد من هذه السملة يلا وش نبدأ ونقوله you should stop eating junk food معتها يجب عليك أن تحبس stop معتها توقف تماما junk food اللي قلنا نفتحه قوس نكتبه pizza, chips, sweet, etc معتها باش نقوله الوضعية الإدماجية تعنا and drinking soda معتها وما لازمش تشرب بزيف صودا ليهي شكون soda on anglaise شو معتها اللي هي المشروبات الغازية You should eat healthy food معتها يجب عليك الأكل الصحي نفتحه أقواص ونكتبه كيف يكتبوننا vegetables, fruits, meat, milk, etc and drink water معتها وتشرب الماء يعني مليح اللي يشرب الماء كثير and natural juices معتها وتشرب من المستحسن في بلاست الصودا يعني في بلاست القازوس تشرب natural juices اللي هي العصائر الطبيعية You should also practice sport معتها يجب عليك ممارسة الرياضة أيضا مش غير لها يفود هو اللي حيساعدك وإنما الرياضة تاني حيساعدك باش نقص وزنك and finally you shouldn't forget to see a doctor regularly معتها وما تنساش في الأخير أنك تزور الدكتور والله كما قلنا المختص الغذائي بكل خطرة يعني غيو اليغموم معتها واحد مرة نقوله في ستة أشهر أو في ثلاثة إلى غريضة لكم فهم إذن your best friend معتها صديقك الوفي إذن هذه كانت عبارة عن مثال صغير أنتم تقدروا تزيدوا اللهنة You shouldn't spend your time watching TV معتها ملازمش تقعد بزاف أمام التلفاز إلى غريضة يعني كل شيء راهو اللهنة متوفر لكن حداري من الأخطاء الملائية لأنه هي اللي تنحينا بزاف النقاط في الوضعيات الإدماجية في جميع اللغات مفهوم مش غير في الإنجليزية سواء فرنسية أو لغة عربية إلى غير ذلك مفهوم أبناء إذا هذا كان بالنسبة للفيديو تعالينا اليوم اللي كان وضعية إدماجية باللغة الإنجليزية على health problem اللي هي overweight اللي كان الوزن الزائد مفهوم إذن أي تلميذ ولا تلميذة عنده سؤال ولا استفساري خليه لي في التعليقات أجيب عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن وكما أقولكم كالعادة بتوفيق إن شاء الله